اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة السيد محمد حسين الربلي برقية عزاء ومواساة في وفاة نائب رئيس ولاية بوتلان الاسبق اللواء عبد سمد علي شيريه والذي وفاه للأجل صباح اليوم الخميس في العاصمة مغدشو وقال فخامته في البرقية تلقينا بأسى بالغ وحزن عميق نبأ وفاة اللواء المناضي العبد سمد علي شيريه والذي كانت حياته حافلة بالعضاء والبذل من أجل الوضن وأشار رئيس الجمهورية في البرقية إلى مناقب الفقيد الوضنية والنضالية وأدواره الوضنية في تعزيز الحكم الرشيد وتشكيل إدارة ولاية بوتلان حيث كان المرحم من ضباط الجيش الوضني في عهد الحكومة المركزية وعبر قادة البلاد في البرقية التي بعثوا بها إلى أسرة وأقارب المرحم والشعب الصومالي عامة عن أحر التعازي وصادق المواساة بهذا المصابة الأليم مبتهلين للمولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان وقد شغل المرحم منصب قائد قوات الدراويش لولاية بوتلان ونائب الأسبق لرئيس ولاية بوتلان أقامت سيدة الجمهورية الأولى السيدة زينب عبد معلم الليلة الماضية مأدبة عشاء على شرف رئيسات منظمات المرأة بمديريات محافظة بنادر وخلال المناسبة تم مناقشة سبل تعزيز دور المرأة في الحكم الرشيدة وتعزيز الخدمات الأساسية للأموم والطفولة والمصالحة بالإضافة إلى تعزيز وحدة الشعب وأشارت السيدة زينب معلم إلى دور المرأة الصومالية الكبير في عادة إعمار البلاد وتنميته حيث تعد المرأة في مقدمة العمل من أجل الصالح العام والعمل التضويعي وتوعية المجتمع ومساعدة المحتاجين وأشادت عقيلة رئيس الجمهورية بدور المرأة الإيجابي في خدمة الوضن وحثتهم على المشاركة في العملية السياسية وقيادة البلاد وحضر المناسبة السيدة بسم عامر أحمد نائبة محافظة بنادر لشؤون الاجتماعية وسيدة جواهر محمود جامع رئيس منظمة المرأة بمحافظة بنادر بالإضافة إلى بعض القيادات النسائية وصل رئيس ولاية جنوب الغرب وجبلان اليوم الخميس إلى العاصمة مغدشو للمشاركة في إكمال أعمال المؤتمر الوضني التشاوري للانتخابات ومن المقرر أن ينضلغ أعمال المؤتمر التشاوري الوضني حول عملية الانتخابات بين الحكومة الفيدرالية والولايات الأعضاء قريبا في العاصمة مغدشو وأكدت الحكومة الفيدرالية أنه ليس هناك أي تغييرات في عملية إنعقاد المؤتمر وكان الرئيس ولاية قلم ذوك قد وصل الليلة الماضية إلى العاصمة مغدشو حيث من المقرر أن يصل الرئيس ولاية بوتلان وهرشبيل اليوم للمشاركة في أعمال المؤتمر التشاوري للانتخابات أعلن الرئيس ولاية جوب الآن سيد أحمد محمد الإسلام الليلة الماضية عن تشكيله مجلس وزراء الولاية ووفقا للمرسوم الصادر عن مكتب رئيس الولاية فإنه تم تعيين 23 وزيرا و22 نائب وزير بالإضافة إلى 5 وزراء الدولة وضمت التشكيل الجديد وزراء جدد بالإضافة إلى وزراء سابقين أعلنت الأمم المتحدة الخميس نزوح ما لا يقل عن 75 فلسطيني جراء الهجمات الإسرائيلية على قضاء غزة وأوضح المتحدث باسم مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة يانس لارك أن 47 ألف فلسطيني لجأوا إلى 58 مدرسة تابعة للوكالة الأمم المتحدة للإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونورا وأضاف أن 28 ألفا و700 لجأوا إلى أقربائهم في مناطق فلسطينية أخرى ومنذ 13 أبريل تفجرت الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة جراء اعتداءات وحشية ترتكبها شرطة إسرائيل ومستوضنها في مدينة القدس المحتلة خاصة المسجد الأقصى وحي الشيخ جراح في محاولة الإخلاء بـ 12 منزلا فلسطينيا وتسليمها للمستوضنين وازداد الوضع توترا في 10 مايو آيار الجاري بشن إسرائيل عدوانا بالمقاتلات والمدافع على الفلسطينيين في قضاء غزة مما أسفر حتى صباح الخميس عن استشهاد 228 شهيدا بينهم 64 ضفلا وتسعة وثلاثين سيدة بجانب أكثر من 1626 جريحة بحسب وزارة الصحة فيما استشهد 28 فلسطينيا بينهم أربعة أطفال وأصيب قرابة سبعة ألاف في الضفة الغربية بما فيها القدس خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي يستخدم خلالها الرصاص الحي والمعدني وغنابل الغز المسل الدموع لتفريق الفلسطينيين مشاهدين الكرام إلى هنا وصلنا نهاية النشرة حتى نلتقي مرة أخرى نترككم برعيات الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته